خلافات واسعة في صفوف المستوى السياسي في إسرائيل حول مصار الحرب في قطاع غزة وحول مستقبل القطاع ومن يديره في اليوم التالي للحرب فبعد تسريبات تفيد بأن رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي حذر المستوى السياسي من أن الجيش قد يخسر كل منجزات الحرب بغياب أفق سياسي يشكل بوصلة للجيش قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفقالان إن قطاع غزة يجب أن يحكمه فلسطينيون من القطاع في غزة يعيش فلسطينيون لذلك سيسيطر عليها ويحكمها فلسطينيون في المستقبل السلطة المستقبلية في غزة عليها أن تأتي من داخل غزة وعليها أن تعتمد على أوصات غير معادية لإسرائيل عليها أن تبحث عن مصلحة أهل غزة لا الضرر لسكان إسرائيل ما يقوله جالنت مخالف لما يراه نتنياهو الذي يرفض لغاية الآن الحديث عن ما يسمى باليوم التالي لكن الخلافات لا تقف عند جالنت فبني جانس وجادي أيزنكوت عضوى المجلس الحربي يريان تناقضا في هدفي الحرب المعلنين إعادة المحتجزين والقضاء على حماس وأن على الحكومة أن تختار إعادة المحتجزين كهدف أعلى لها هناك مواضلة كبرى بتواجه مجلس الحرب في إسرائيل فيما يتعلق بعملية الحرب في غزة بين فريق يطالب التفكير خارج العلبة بمعنى مواقف وقف الحرب من أجل إطلاق صراحة الرهائن وقسم آخر يعتبر أن مواصلة الحرب هي السبيل الوحيد من أجل الإفراج عنهم وبين من يؤيد التفكير بقامة قوة فلسطينية سياسية من أجل السيطرة على زمام الأمور كما عبر عن ذلك وزير الدفاع يوف جالانت فيما ترى أوساط في الحكومة أن على الجيش ألا يتحول للمرحلة الثالثة من الحرب وعليه عدم الانسحاب من أي منطقة في القطاع ويستدلون على ذلك بالصواريخ التي أطلقتها حماس من المنطقة التي انسحبت منها الفرقة السادسة والثلاثون من وسط القطاع قبل أربع وعشرين ساعة من إطلاق الصواريخ الجيش الإسرائيلي في غزة وصل مرحلة يراوح فيها مكانه ويتخوف من خسارة المنجزات في ظل غياب رؤية سياسية لمستقبل القطاع رؤية يختلف حولها السياسة الإسرائيليون باختلاف مصالح نضال كنعني سكاينيوز عربية القدس